ما وجه الجمع بين الأثرين ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه والأثر الثاني أجر خمسين شهيدا منكم هذا صحيح قول النبي سلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ثم قال النبي سلم في حديث أبي وراء قال أجر العامل منهم بإيش بخمسين منكم فقال منهم يا رسول الله قال بل منكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا لها توجيهان التوجيه الأول فقال النبي سلم أجر العامل منهم بكم بخمسين طيب وهنا يبقى خمسين وهنا واحد صح قال العلماء فاقوهم في العدد ولا يستطيعون سبيلا إلى المضاعف فمضاعفة الصحابة أضعف مضاعف إلى سبعمائة إلى أكثر من ذلك لشدة الإخلاص عندهم فإذا هم فاقوا في الخمسين لكن المضاعفة فاق بهم الصحابة الإجابة الثانية الأوجة نقول الخمسين في ميزان الواحد فصار واحد وخمسين قالوا كيف قلنا كيف بلغنا الدين على أكتفهم وقد قال الله سلم أدلوا على الخير كفاعل يبقى إذا واحد مع خمسين واحد وخمسين نهيك على أنهم فاقوا واحد وخمسين وفاقوا أيضا بإيش بالمضاعفة قوم استفاهم الله لنبيه فلا يمكن أن تجد أحد يدانيهم بحال من الأحوال